السلام عليكم معكم المنور من قناتي يانسون وكراويا النهاردة هقولكم على السر اللي يخلينا نحط الكمامة جوه غسالة الاطباق بتنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة وكمان تعملوا لايك للفيديو اول حاجة بنجيب الكمامة ونقص الجزء ده ونفتح الشريط ده بالطريقة دي وناخد الكمامة نفتحها كده ونجيب نص لامونة النص لامونة ده احنا قسمينه بالنص ندخله جوه الكمامة بعد كده نقفل الكمامة ونربطها بالشكل ده بعد كده نيجي على الجزء بتاع المعالق ده نشيل منه كل المعالق ونربط الكمامة في الجزء ده نسبتها كويس في الرف ده عشان ما تتحركش لازم الكمامة تكون متسبتة كويس جداً عشان وقت تشغيل الغسالة ما تنزلش على المروحة وتوقفها بعد ما نسبت الكمامة كويس جداً هنحط المسحوق بتاع الغسالة هنحط نص الكمية فقط بعد كده نشغل الغسالة عيده خالص على البرنامج اللي بتشغلوها عليه أهمية اللمون اللمون فيه حمض الستريك اللي موجود في زيت غسالة الأطباء أو في مساعد الشطف بتاع غسالة الأطباء وكمان موفر جداً للمسحوق بتاع غسالة الأطباء يعني لو بتستخدموا معلقتين استخدموا معلقة واحدة فقط ولو بتستخدموا الأقراص بتستخدموا مثلاً كرس استخدموا نص كرس دلوقتي هشغلها على البرنامج العادي اللي بشغلها عليه وده كده بعد ما خلصت دلوقتي هوريكوا إزاي الأطباء بتلمع وكمان الجير اللي بيكون موجود على الكبيات مش موجود وكمان على المعلقة شايفين المعلقة بتلمع إزاي أنا ما استخدمتش زيت خالص زيت الغسالة بتاعي خالصان وكمان الكبات بتلمع ومعليهاش أي جير أتمنى تجربوا الفكرة بتاعتي وتعجبكم وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو والسلام عليكم اشتركوا في القناة